في سياق مختلف بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وفخامة نيكوس خريستو دولتس رئيس جمهورية قبرص مختلف جوانب التعاون بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهم الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي الرئيس القبرصي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية القبرصية والعمل المشترك لتنميتها خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والنماء على شعبي البلدين كما استعرض عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وبحث الجانبان التعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مبادرة الممر البحري آماليثيا مشددين على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لتوفير الظروف الملائمة لتقديم مزيد من الدعم الإنساني الكافي إلى سكانه